اهلا بكم في النشرة الاقتصادية قال سعدة وزير المواصلة والاتصالات ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران كمال بن احمد استكمال الاستعدادات لاستضافة معرض البحرين الدولي للطيران المزمع اقامته اواخر يناير الجاري بمشاركة اكثر من 120 شركة من 34 دولة والعشرات من الطائرات وتوقع وزير المواصلات خلال مناقشة طاولة مستديرة مع وسائل الاعلام ان يبلغ عدد زوار المعرض بنسخته الرابعة 12 الف زائر يوميا وقد اكد وزير المواصلات اهمية مساهمة المعرض في انعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة العالمية كما توقع وزير المواصلات ان يقوم المسؤولون المشاركون بالتوقير على عدد من الاتفاقيات خلال ايام المعرض اعلن الشيخ خالد بن حمود الخليفة القائم باعمال رئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن جدول الفعاليات والبرامج المتعلقة بالربع الاول من المنام عاصمة السياحة الخليجية لعام 2016 ويأتي المؤتمر الصحفي في اعقاب التجشين الرسمي للمنام عاصمة السياحة الخليجية الاسبوع الماضي حيث يهدف هذا التجشين الى تنمية السياحة البينية لدول مجلس التعاون للتعرف بصورة اقرب على المدن التاريخية بالمنطقة والحضرات التي شهدتها تلك المدن واكد الشيخ خالد ان هذا الحدث سيساهم في تنشيط القطاع السياحي حيث ستكون هناك فعاليات سياحية مستمرة على مدار الحمد وتتنوع في طبيحتها ومواقعها المنام عاصمة السياحة الخليجية لما اطلقنا رزنامات اليوم حطينا في عين الاعتبار جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة ان الاستثمار الحقيقي نحن اشتقلنا كلنا كمؤسسات ووجهات بختلفة لإطلاق هذه الرزنامات السنوية شهر اليوم عندنا شهر فبراير اعلن بمهرجان الطعاب فود فستفل بالتزامن مع اجازات الكويت بالعياد الوطنية في هذه الفترة وفي شهر ثلاثة عندنا اجازة الربيع في المملكة العربية السعودية وفي دولة الكويت في دولة قطر الشقيقة وعلن نحن ان شاء الله بنيب جزني الى البحرين